أهم المعاوكات المرتبطة باستخدام النماذج هل هناك معاوكات؟ طبعا سبقوا ذكروا أهداف النماذج أهمية النماذج ودورها في رفع مستوى كفاءة العمل عن طريق تبسيط الأعمال تسهيل الإجراءات طبعا كون النماذج أدوات جيدة فعالة لها عدة فوائد استخدامات مردودات جيدة على المنظمة على المستوىات الإدارية المختلفة على المنظمات سواء كانت عامة وخاصة إذا استخدمت بطريقة سليمة وصحيحة والعكس صحيح إذا تم استخدام هذه أو سيئة استخدام هذه النماذج سوف تأتي ببعض السلبيات بعض المضار الأثار السيئة تؤدي إلى صورة عكسية سلبية على كفاءة العمل على تبسيط الإجراءات طبعا يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنظمة أهدافها بكفاءة وفاعلية تدني الإنتاجية عدم تبسيط التعقيد الإجراءات عدم تبسيط الإجراءات ووجود حالة من عدم الرضا داخل المنظمات طبعا حول هذا الموضوع المعوقات ذكر أحد المتخصصين أن عدم كفاءة الإدارة في ممارسة وظائفها قد لا يكون كما يعتقد الكثيرون نتيجة لكسور في إجراءات التنفيذ أو لعيوب في قنوات الاتصال أو ضع فيها سليم المتابعة أو تغارات في نظام الرقابة بقدر ما يكون نتيجة للعمل بنماذج غير سليمة نماذج غير سليمة لا تؤدي دورها بشكل واضح إذن قد يكون السبب وجود نماذج غير صحيحة لا تقضع للرقابة غير محكمة لا تهدف إلى تحقيق الأمر المطلوب منها نماذج مثلا مرتبطة بأمور أخرى لذلك يجب أن نلاحظ أن إذا ما تم استخدام النماذج هذه بطريقة غير جيدة تؤدي إلى وجود معويقات هذه المعويقات نذكر منها ما يلي إن استخدام نماذج مختلفة ومتنوعة لغرض واحد في معظم أقسام المنظمة الواحدة خاصة إذا كانت منظمة واحدة يؤدي إلى وجود حالة سلبية فهذه النماذج تحتوي على معلمات تكاد تكون واحدة وليس هناك ما يبرر تعددها إذن يجب أن لا يكون هناك تعدد مختلف لنماذج مختلفة تهدف إلى تحقيق غرض واحد هنا تكون السلبية في ذلك إذن هذا أولا ثانيا كثرة النماذج القديمة التي تتطلب التغيير أو التعديل النماذج يجب أن يتم تحديثها مع الزمن إذن هذه النماذج أصبحت قديمة ما تحتويه من معلومات بيانات لا تتلاءم مع قواعد وإجراءات العمل الجديدة الفراغات، الموجودة، المسافات، نوعية الورق، النماذج كل ذلك قد يؤثر سلبي على أداء هذه النماذج وما هو مطلوب من هذه النماذج وينعكس سلبا على الشخص الذي مطلوب منه تعبئات مثل هذه النماذج أيضا توزيع صور النماذج على المنظمة لا يرتبط أحيانا بالحاجة الحقيقية لتلك الأقسام لها طبعا هذا يزيد من التكلفة حدر الوقت والمال والجهد وبالتالي ينعكس على أهداف المنظمة طبعا رداء التصميم النماذج من حيث أرقامها وأحجامها وعدم تناسب الفراغات مع المعلومات المطلوبة قد تكون المعلومات المطلوبة قليلة أو كثيرة والفراغات المتروكة غير كافية الترتيب غير منطقي للمعلومات والبيانات يجب أن يكون هناك ترتيب منطقي متسلسل أيضا عدم وضوح المعلومات ولا أسئلة كذلك قد تكون نوعية الورق المستخدم له دور سلبي ألوان الألوان المناسبة والشكل العام كل ذلك يؤدي إلى وجود بعض المعويقات قد تكون في النماذج وقد تصبح في الشخص الذي يملأ هذا أو مثل هذا النماذج أيضا عدم وجود نظام للرقابة على النماذج يتولى عملية الإشراف على إصدارها وتكويمها هذه النماذج تحتاج إلى عملية إصدار وتكويم ومراجع وتحكيم ودراسة وتعديل الاقتراحات وإصدار نماذج جديدة أو تعديلة ودراسة مدى تحقيق هذه النماذج للأغراض التي وجدت من أجلها لذلك فإن عدم وجود نظام للرقابة يترتب عليه العديد من المشاكل مثل قيام الإدارات والأقسام في المنظمة بإصدار نماذج دون التأكد من وجود مثل هذه النماذج في الإدارات والأقسام الأخرى قد تكون هذه النماذج موجودة متوفرة في الأقسام الأخرى وتقوم بإصدارها مرة أخرى وبالتالي زيادة المصاريف أو الاستمرار في إصدار نماذج وتجديد طباعتها دون القيام بدراستها أو تعديلها أو تحكيمها أو إصدار نماذج بكمية كبيرة لا تتفك مع حاجة الاستهلاك مما يزيد من التكلفة ويقلل من الأرباح عدم إصدار نماذج تتفك مع الأسس والمبادئ هناك أسس ومبادئ ألمية فنية يجب اعتمادها في إصدار تلك النماذج إذن هذه من أهم المعوقات أهم المعوقات في إصدار النماذج في تعبئة النماذج في النماذج نفسه